السلام عليكم في الفيديو ده هنتكلم عن الإصابة بالددان الدبوسية هنتكلم عن العدوى هنتكلم عن دورة حياتي الدودة هنتكلم عن الأعراض هنتكلم عن طرق الوقاية ونتكلم طبعا عن الأدوية اللي بتستخدم في علاج النوع ده من الددان خلونا نشوف أولا خلونا نعرف مع بعض مع acquire ديدان الدبوسية من أسامها ديدان دبوسية يعني منجد أن ليددين بتشبه الدبوس لقد نسموه الددان الدبوسية النور من الديدان مشنق أو يصنف استبع قسمه معي من الديدان اسمه النيماتوتى أو بنسميه الديدان الإسطوانية بالاعتبار أنه بيكون وأخد شكل الإسطوانة ولكن في مغموظ الوضع أن يكون راس الدودة نفسها شبه الدبوس ومن هنا جات التسمية بالددان الدبوسية بنلاقي ان طول الدودة بيتراوح تقريبا من 6 ل 13 ملي يعني تقريبا من 0.5 سنطي إلى 1.3 سنطي يعني سهل جدا ان احنا نشوفه بالعين المجردة الاصابة بالنعدة من الددان بيعتبر من اكتر انواع العدوى اللي بتصيب الانسان على مستوى العالم يعني ناس كتير جدا على مستوى العالم بتصاب بالنعدة من الددان ولكن بنلاقي ان الاطفال من عمر الخمسة العشر سنوات هم اكثر من يصابوا بالنعدة من الددان العدوى بتبتدي عن طريق ان الشخص سواء بقى كبير او صغير بيبلع البيض بتاع الدودة وبالمناسبة بيض النعدة من الددان بيكون عنده القدرة انه بيعيش على الاسطح اي سطح ممكن تتخيله ممكن يعيش عليه 3 اسابيع ده بيكون فيه لما يكون الجو راطب والحرارة شوية معتادلة ولكن لما بيكون الوسط جاف والحرارة مرتفعة بيعيش بس يوم او يومين لما الشخص بيبلع بيض الدودة بيبدأ ياخد طريقه في الجهاز الهضمي بيعدي من المعدة وبيوصل للامعاء وبيبدأ البيض ان يفقس في اول جزء من الامعاء الدقيقة وبيبدأ يديني شكل مصغر من الدودة بيسمى اللارب حاجة كده صغيرة او البيبي بتاع الدودة يعني بتبدأ الصورة المصغرة من الدودة دي ان هي تاخد طريقها في الامعاء الدقيقة وكل ما بتمشي فترة كل ما بتكبر اكتر لحد لما بتوصل للامعاء الغليظة وده المكان اللي شوية بتستقر فيه وبتبدأ تلزأ في جدار الامعاء وبتتغزى على المواد الغزائية اللي بتكون موجودة في المنطقة دي في الامعاء الغليظة بيحصل التزاوج ما بين ذكر وأنثى الديدان الدبوسية وناتج التزاوج بنلاقي ان بقى عندنا أنثى مليانة بيئ البيض كل أنثى من الديدان الدبوسية تقريبا بتكون شايلة من 11 الى 16 الف بيضة يعني كمية كبيرة جدا من البيض أنثى الديدان الدبوسية ما بتضعش البيض بتاعها في منطقة القولون لا لازم تمشي مسافة توصل لحد المستقيم وتبدأ تخرج من فتحة الشرج علشان تاخد أكسجين الأكسجين ده بيكون مهم جدا علشان يحصل نضوج بشكل مزبوط للبيض وبالتالي لازم أنثى الديدان دي تخرج من فتحة الشرج بما أن الديدان دي بتكون شبه الدبابيس فبنلاقي أن خروجها من فتحة الشرج ده بيؤدي إلى حدوث نوع من أنواع الحكة حكة قوية جدا في منطقة الشرج علشان كده بنلاقي أن أشهر عرض من أعراض الددان الدبوسية للناس اللي بتكون مصابة بالديدان الدبوسية أن في حكة بشكل كبير جدا في فتحة الشرج الديدان دي بتحط البيت بتاعها في منطقة الشرج أثناء الليل علشان كده بنلاقي أن الحكة بتكون قوية جدا أثناء الليل وده بيعتبر حاجة مميزة قوي للإصابة بالنوع ده من الددان علشان كده لما نيجي نتكلم عن أعراض الإصابة بالددان الدبوسية هنلاقي إن من أشهر عرض ليها هو وجود حكة بشكل كبير جدا أثناء الليل وكمان بنلاقي إن فيه أعراض بتظهر عند بعض الأطفال زي مثلا إن الطفل بتلاقي إن هو فاقد الشهية للأكل كمان بنلاقي إن بعض الأطفال وزنها بيقل نتيجة إن الددان دي زي ما اتفقنا بتتغزى شوية على المواد الغذائية اللي بتكون موجودة في منطقة القولون تشخيص الإصابة بالددان الدبوسية بيكون سهل جدا على اعتبار إن فيه حاجة مميزة قوي وهو وجود الحكة الليلية بشكل قوي جدا كمان بيكون سهل جدا إن إحنا نشوف خروج الددان دي من فتحة الشرك خصوصا أثناء الليل وسهل إن إحنا نشوفها بالعين المجردة لإن اتفقنا إن بيكون حجمها بالملي متر يعني سهل جدا إن هي تتشاف نتكلم بقى عن الوقاية من الإصابة بعدوى الددان الدبوسية خلونا نتفق على حاجة صعب جدا إن إحنا نعمل وقاية كاملة من الإصابة بالنوع ده من الددان لإن زي ما اتفقنا إن الدودة بتحط البيت بتاحها في منطقة الشرج وفيه حكة قوية فممكن تلاقي طفل يعني مش قادر إن هو يسيطر على موضوع الحكة دي فبيبدأ إن هو يحك في منطقة الشرج وبالتالي ده بيؤدي إلى إن البيت بيبدأ يدخل في أظافر الطفل الطفل ده يمسك حاجة يلعب بالألعاب بتاعته وبالتالي يبدأ ينقل ليها البيت يبدأ البيت ده ينتقل لشخص آخر أو طفل آخر وهكذا علشان كده بنلاقي إن العدوى ممكن تنتشر بشكل سهل جدا ولكن يعني طرق الوقاية إن إحنا دايما نحافظ إن الأظافر بتاعتنا تكون يعني قصيرة ما تبقاش طويلة دي نقطة من النقطة نقطة تانية مهمة جدا إن إحنا نخسل إيدينا قبل الأكل بشكل أساسي نهتم بالنظافة الشخصية بشكل قوي جدا كمان برضو من الحاجات اللي بيوصوا عليها إن الشخص أو الطفل اللي مصاب بعدوى الددان الدبوسية يفضل إن الملابس الداخلية بتاعته تتغسل وفي مياه سخنة بشكل كويس بحيث إن الحرارة دي بتقدر إن هي تدمر البيض بتاع الدودة اللي بيعتبر هو المصدر الرئيسي للعدوى نتكلم بقى على الأدوية اللي بتعالج عدوى الددان الدبوسية واحد من أهم وأشهر وأأمن الأدوية اللي بنعالج بيها عدوى الددان الدبوسية هو دوى اسمه الميبندازول الدوى ده بيكون موجود في براند أو موجود في دوى مشهور تجاريا باسم الفيرموكس الفيرموكس بيجي منه شراب وبيجي منه حبوب الشراب طبعا بيكون للأطفال اللي بيكون صعب إنهم يبلعوا الحبوب والحبوب بتكون لأي حد ينفع يبلعها تركيز الدوى في الحبوب بتكون الحبة فيها 100 ميلي جرام من الدوى من المادة الفعالة والشراب بيكون الخامسة ميلي فيهم 100 ميلي جرام من الدوى طيب بنستعملهم إزاي؟ أي شخص مصاب بعدوى الددان الدبوسية فوق السنتين لأن أقل من سنتين مفيش دراسات كافية على الميبندازول إذا كان الشخص المصاب فوق السنتين بتكون الجرعة 100 ميلي جرام من الدوى بنديها مثلا النهاردة وبتتكرر الجرعة بعد أسبوعين يعني نقدر نقول إذا كان طفل نديله 5 ميلي من الدوى النهاردة وبعد أسبوعين نكرر الجرعة إذا كان شخص يعرف يبلع الحبوب بنديله حباية واحدة من الدوى النهاردة وبعد أسبوعين بنكرر الجرعة كمان في دوى اسمه القلبندازول القلبندازول نقول إنه هو أخو الميبندازول من نفس المجموعة ولكن نقدر نقول إن الميبندازول بيكون أكثر أمانا ومنتشر بشكل أكثر شوية فيه دوى ثالث ممكن نعالج به برضو عدوى الددان الدبوسية اسمه البيرانتيل بامويت ويعتبر هو الخط العلاج الثاني ولكن خلونا في خط العلاج الأول حاليا اللي هو من أفضلهم هو الميبندازول اللي موجود في الفيرموكس فيه نقطة مهمة جدا لازم ناخد مالنا منها إذا كان فيه واحدة حامل حامل وعندها عدوى بالددان الدبوسية إيه الحل معها؟ الميبندازول والقلبندازول والبايرانتيل بامويت بتعتبر من الأدوية اللي بتصنف إن هي خطر على الحمل ما ينفعش الحامل إن هي تستخدمهم وخصوصا في الثلاث شهور الأولى للحمل ولكن لو اضطر الأمر وكان فيه مشكلة وفيه أعراض قوية بتأثر بشكل كبير على الحامل إذا كان مثلا عندها نقص في الوزن بشكل كبير جدا إذا كان موضوع الحق الليلية دي عاملة مشاكل بشكل كبير جدا لدرجة إن بتأثر على النوم وحياتها بشكل كبير جدا ففي الحالة دي لازم ندي أدوية هل ينفع الميبندازول؟ هل ينفع القلبندازول؟ لا الميبندازول والقلبندازول لا يفضل استخدامهم أبدا في الحمل ولكن البايرانتيل بامويت اللي هو يعتبر خط العلاج الثاني ممكن يستخدم في الحمل ولكن برضو ما بيكونش في أول ثلاث شهور ولكن يستخدم البايرانتيل بامويت للحامل بعد الثلاث شهور الأولى من الحمل بحيث إن يكون شوية نسبة الأمان فيه أعلى إلى حد ما شكرا